موسيقى مساء الخير ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر ولأنهم قادرون باختلاف كانت الإرادة هي دافعهم للخطوة الأولى على طريق الكفاح والعزيمة هي ما أبقتهم على هذا الطريق حتى النهاية والنهاردة في آخر ساعة ستأتي الحلقة تحت عنوان ذو الهمم هنا حيث لا يوجد مستحيل في ظل النجاحات التي حققوها في مختلف المجالات وسط دعم رئاسي استمر على مدار السنوات الماضية وظهر جليا اليوم في ظل توجيه الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف لجميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط لتمكين ذوي الهمم ولأن الدولة تدرك أن النجاح لا يأتي مصادفة لأحد وإنما هي حليف أساسي لمن يملكون الجرأة ولا يهرفون التردد في اتخاذ القرار المناسب أصدر الرئيس السيسي حزمة جديدة من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لدعمهم ولأن الفارق بين المستحيل والممكن يتوقف على عزيمة المرء وإصراره استطاع أبناؤنا من ذوي الهمم تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها والإمكانات غير المحدودة على مجابهة التحديات وتجاوزها إن أعظم شيء يتفوق به الإنسان على كل ما في الوجود هو موهبة التحدي وأصحاب الهمم يحيون بالتحدي يحيون بالإرادة والإصرار يحيون على صنع المستحيل ولأنهم يدركون جيداً أن سقوط الإنسان ليس فشلاً ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط نفسي نشتغل على أن المدارس ومدرسين والطلبة يتعلموا إزاي يتعامل معنا صح وأن أي حد يتعامل معنا بطريقة مش كويسة يتعاقب عقوبة جديدة يا مهند إحنا هنعملها فوراً فوراً مهند كان سفير الطفولة وحلم هنا في نفس المكان مع قدرون باختلاف إن يكون فيه مادة احترام الآخر بتدرس في المدارس وفي لحظة تاريخية واستجابة سريعة من فخامة الرئيس المادة دي موجودة بالفعل وبتدرس حالياً في المدارس ألف شكر يا فندم ألف ألف شكر الشكر لمهند هو اللي قال لنا وعلمنا الشكر لمهند هو اللي قال لنا وعلمنا شكراً يا فندم حضرتك في خامة الرئيس قلت ونفسنا وفعلاً مادة احترام الآخر بدأت تدرسها السنة دي في جميع مدارس مصر شكراً لحضرتك يا فندم وإن شاء الله بمادة احترام الآخر واحتفالية قادرون باختلاف كل سنة ودعم وتشجيع حضرتك لينا هنغير كتير في المجتمع النهاردة أعرب الرئيس السيسي عن شعوره بالفخر والامتنان بالمشاركة في احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة وفي كلمة خلال الاحتفالية أكد الرئيس السيسي تقديره لكل الجهود اللي بتبذل في سبيل خدمة الوطن وتحقيق نهضته الشملة أود بدايةً وقبل كل شيء أن أعرب عن تقديري لكافة الجهود التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي وتحقيق نهضته الشاملة في شتى المجالات وأخص منها تلك الجهود المعنية برعاية ودعم وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة أصحاب الهمم العظيمة كما أود أن أؤكد لكم من جديد أنني أشعر بالفخر والامتنان لمشاركتي معكم اليوم في تلك المناسبة التي أضحط تقليداً نحرص عليه وواحدةً من أهم جسور التواصل الممتد والمستمر بيننا وأصبحت بذلك أحد أعياد الوطن الذي يحتفي خلاله بأبنائه من ذوي الهمم وجه كمان الرئيس السيسي جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط لتمكين ذوي الهمم كما كشف عن حزمة جديدة من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لدعمهم تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنووية الخاصة بزوي الهمم ثانياً التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بأليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع زوي الهمم من أجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد والتفوق في مختلف المجالات الدراسية والعملية ثالثاً قيام قطاعات الانتاج الفني والثقافي بانتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات زوي الهمم وإسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة رابعاً قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية وسقل مهاراتهم الرياضية خامساً التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لسيغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لسقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل ترجمة نانسي قنقر 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 وعن جهود الدولة في دعم ورعاية ذوي الهمم هنتابع مع حضراتكم هذا العرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعن احتفالية قادرون باختلاف هنكمل مع حضراتكم بعض الفصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احساس اكبر من كلمة حب احساس انمت معايا دايما بيطمني وفي وقت الجد بتكون لي سند وقدك تتمد ومعايا تملي وعمرك ما تخلت يوم عمي في ناس بتضحي بروح عشان الباقي يعيش شكرا ما تكفيش اشتركوا في القناة 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 بتسعة دولة جاهدة لترسيق حقوق ذوي الهمم في كافة مجالات الحياة عندنا سنة 2018 كان عام لذوي الاعاقة وهو ما بيعكس اهتمام القيادة السياسية بكل فئة المجتمع الامر اللي بيعد في حد ذاته خطوة مهمة لاكتشاف قدرات تلك الشريحة وفي نفس الوقت بنحسسهم دايما بانهم ليهم حق الاندماج في المجتمع وتوجيه لكافة مؤسسات الدولة لتنفيذ ده من المؤكد ان القيادة السياسية بتحرز دائما على تمثيل ذوي الهمم في كل فعلية للتأكيد دايما على اهمية يعني اخوتنا وشركاء الوطن والمستقبل وامانا بامكانياتهم المذهلة وزي ما شفنا في احتفالية النهاردة والنسخة التالتة من قادرون باختلاف النماذج المذهلة الجميلة من ابطال حقق وانجازات رياضية وفي كل المجالات تفاصيل اكتر هنعرفها طبعا مع ضيوفي اللي معنا النهاردة ارحب في الستوديو بالجميلة هيبا عاطف هي اول مرشدة سياحية من متلازمة الدون اهلا وسهلا كنت منورة النهاردة معانا عبر الديتي ال دكتور هيبا هاجرس عضو المجلس القومي للاشخاص هدوي الاعاقة برحب بك يا دكتور اهلا وسهلا كل سنة وحضرتكم وحضرتك طيبة وبالف خير معانا كمان على الهاتف دكتورة مها هلالي عضو المجلس القومي للاشخاص هدوي الاعاقة برحب بك يا فانت طيب هيبا يعني النهاردة انتي كنتي منورة وانهاردة كنتي بتتكلمي كده بأريحية وشوفناك قد ايه كنتي مبسوطة كلمين عن الاحتفالية النهاردة ومشاكتك فيها الاحتفالية النهاردة يعني دي متى قبل مرة اقفتها من الرايف دي تاني مرة تاني مرة تقفي قد لا حالا انا مرتاحة انا اعلامية اصلا وكمان انا بالحالة بخوف انتي اصلا اعلامي اه قدمت في منطقيات محلية وتوالية كتير قدمت في اكتر من مكان في اكتر من منطق انتي خارجت ايه اصلا انا خارجت كرة اعلام بصم ايساعة وتليفازيون زي زميل طيب هيبا انتي اول مرشدة سياحية صح كده الحمد لله ايه اه موجودة طبعا يعني اه في احد المتاحف المهمة اللي موجودة في مصر كلميني بقى عن تجربتك ياه الدكوبا حزوة كتن اه اه ماذا الدكوبا قوليها اه اه تريننج تدريب اي اه اه لا اه انا البنات كل اللي معي اه يعني بيحبوني جدا كل اللي بيدعموك بيحبوك وبيدعموك هناك في المرحة اه يعني أخذت العربي خلفته وبا كده أخذت في الإنجليل يعني الإنجليل مثل لسه تتمرني فيه اه بس الحمد لله يعني اتمرنت بقت تمام طيب دكتور هبة يمكن احنا شفنا حالة كده من المواد والألفة والشعور الإنساني المتبادل بين الرئيس وبين كمان الأطفال اللي كانوا مشاركين النهاردة وقد ايه كان يعني جو وكان فيه كبير خواطر عظيم جدا شفتي نهاردة الاحتفالية ازاي وكلمينا كمان عن أهمية هذا الدعم الحقيقة ما تم النهاردة هو اللي بيتم كل سنة هو تجديد للعهد ما بيننا وبين فخامة الرئيس الرئيس بياخد أولاده في حضنه بيبقوا سعداء جدا بانه هما يحسوا باهتمامه ورعايته وكمان بيجدد عهد ما اتفق عليه معانا برعايته وأن تكون كل قراراته منفزة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة الرئيس بند أساسي وليس فرعي وليس مجموعة من الناس أفتكرهم شوية وانساهم شوية لا احنا طول السنة بنحس ان كل الوزراء كل الأماكن التنفيذية بتقوم بعملها بشكل جدي وبيبزل جهد قوي لأن فخامة الرئيس مهتم بهذا الملف شخصي فاللقاء ده الحقيقة بيعتبر تجديد عهد وكمان عشان احنا بنسعد بأنه هو بيطلع بمجموعة قرارات بتبقى مهمة جدا أن كل الوزرات وكل الجهات الخدمية بيتبعوها وطبعا السنة دي كانت حاجة هايلا هايلا الخمس قرارات اللي تلعب بيها فخامته وهنتكلم عنها طبعا هم خمس قرارات وهنتكلم عنهم بالتفصيل دكتور مهة يمكن النهاردة الرئيس تحدث عن عقوبة التنمر ضد طبعا ذوي الهمم وأشخاص ذوي الهمم لو اتكلمنا عن الدستور بشكل عام دستور 2014 وأهم المكتسبات اللي حصلنا عليها حصلت عليها هذه الفئة خلالوا طبعا السنوات الماضية أهم هذه المكتسبات يا دكتور مهة فضالي هو طبعا الدستور 2014 جاء الحقيقة بمشاركة من الأشخاص ذوي العاقة يعني كان فيه تمثيل للأشخاص ذوي العاقة وده كانت الحاجة المهمة لأن فيه مبدأ اللي هو لا شيء عنا بدوننا أنه ده برد من تمثيل أشخاص ذوي العاقة فيما يهمهم وبالتالي كان فيه تسع مواد منهم مادة 81 وده أهم مادة اللي هي بتكلم عن التمييز ضد العاقة وبقية المواد ذكرت فيها العاقة وبالتالي ده كان مكتسب كبير جدا ونتج عنه بعد كده خروج القانون في 2018 والقانون خارج في فبراير 2018 وقبل ما تخرج السنة سياد الرئيس طلع يعني كان ثلاث لائحة تنفيذية وصدق عليها وبالتالي كان لابد من تنفيذ القانون من إبريل 2019 وده اللي فعلا زي ما الدكتورة هيبها عاقة رسائلت شايفينه من كل الوزرات أنه فيه دمج في الاستراتيجيات الوزرات كلها في دمج في كل ما يتعلق للأشخاص ذوي العاقة في السياسات وفي الخطط وفي البرامج وفي المشاريع وهو ده اللي احنا عن طريقه بنشوف تحقيق القانون وتحقيق المطالب بتاعة الأشخاص ذوي العاقة تمام أرجع مرة تانية لهبا هبا قوليه نهاردة كان شعورك إيه وانتي بتتكلمي كده ويعني ما تنسيتي سؤال مهم إيه عرفين بنفسك آه طب تحبي بقى انتي تيجيت عودي مهينة وانا عودي هنا لا ما تيجي مرة كده نقدم مرة حلقة مع بعض أنا معنيت لأي مينة مش انتي نفسك تبقي موزيعة آه طب اش معنى موزيعة؟ اش معنى تحديدا موزيعة؟ آه عارس لا تخد في المجال ته بتحبي المجال؟ آه حبيته بجد؟ آه وما كانتش صعبة خالص صح؟ آه لا في الأول كانت صعبة خالص في الوقت خالص بقى بقى ساهل بنسباني لاني وقت المواد بتأهمني أبقى موزيعة وبموزيعة بس انا اللي عارفة كمان انه انتي مرشدة سياحية وفي نفس الوقت مضيف الطيران آه لا التعبير مضيفة الطيران ده تجربة دي تجربة كلمة ايه تجربة احكي لنا عن التجربة دي؟ آه دبعا بذكر لشركة باتريا تيران آه في ونفودان هي اللي رسحتني آه دبعا دبعا اليونارتف أمام تحته آه هم هو اللي رسحوني لللحلة تمام ودبعا شركة باتريا تيران عملت في اليونيفور آه ويومي اللي سفر ببسو وثلعت عطول الله بسطتي؟ احساسي أول مرة وكنت احساسي أول مرة كانت فيه فيه ايه؟ رهبة سوية بس لا مبقيت لخيصة خفتي في الأول وبعد كده خلاص خلاص طب أنا برضو عايز أعرف عن إحساسك النهاردة إحساسك النهاردة وانتي كنت قدام الرئيس ودي تاني مرة ليك مش أول مرة كنتي حاسة بايه؟ كان شعورك ايه؟ بقيت فحونا مكتش متغدرة على أنا شوية خالص لما قلت لك أنا واجه جمهور كبير هخاف متين لأ وعادتا لما تواجه جمهور كبير أكيد لفنت خيرتي انا ممثلة كمان انت ممثلة لأ أنا معها يا جماعة فنانة متعددة المواهب هاااااا هاااة انت هزا تمثلي كمان؟ أنا مثلت عملت مسرحيت Jeri عملت مسرحيتين بوعتي مسراحيتين لسا احكيلك حاجات تانية طب يوم جاد تب اب 의وصدث القارصة ومسرحية قلت بعم ، من ها اسمها بيت التاميال هناك أنا رويكي في الوقت عباد في الصحاب هي مونوطراما هذا كان افتتاح المحبول الدولي مونوطراما أني بوصل لوحدي لوحدي أنا أفضح كاملين طب على الفكرة بقى كاملين هخليكي تمثليلي كده بس مش دلوقتي مستعدة؟ أنا واسي أريد أن أرتاكل في حاجة ممكن ترتاكل لي؟ طيب جهزي كده حاجة بل بس ما نروح لدكتورة هبة دكتورة هبة عايزين نتكلم مع حذاتك عن الجهود الأخيرة اللي تمت من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق طبعا بجهود اندماج هذه الفئة أكثر في المجتمع في التعليم في الوظائف تمكنهم اقتصاديا بشكل أكبر فضع لي ببساطة شديدة هو الدمج بدأ من خروج دستور 2014 لما ذكر في مادة 81 حقهم في التعليم الدامج ونحط تحت كلمة الدامج دي ميت خط لأن لما تذكر في الدستور معناها أن أنا لو ابتديت من سن الحضانة أن الأولاد يكونوا مدمجين في المدارس معناها خلاص الموضوع بالنسبة لنا بيبقى شيء عادي وجود أطفال مختلفة مع بعضهم بيلعبوا مع بعضهم بيدرسوا مع بعضهم ما فيش فيها أي مشكلة فكانت الحقيقة انتصار كبير في الدستور ثم جاء قانون رقم عشرة وتكلم على جميع الأشخاص زاوي الإعاقة في الحياة اليومية والمشاكل الحياتية اللي بيواجهوها فبنبص نلاقي إن اتكلم على حقهم طبعا في التعليم في التشغيل حقهم في التأمين الصحي حقهم في الزواج حقهم في سلامة الجسدية حقهم إن محدش يتنمر بيهم أو يتعامل معاهم بشكل سلبي وده ستم تعديل العقوبة بتاعته في 2021 في عقوبة التنمر الحقيقة الحقوق بتاعت قانون الأشخاص زاوي الإعاقة رقم عشرة ضخمة جدا كبيرة جدا بتشمل كل الوزارات لأن دي كلها حقوق حياتية فطول ما الواحد ماشي في يومه بيبقى محتاج حاجات تتعامل بطريقة قد تكون مختلفة ولكن هو حق لابد أن يمنح الأشخاص زاوي الإعاقة دكتور مهة أرجع لحضرتك مرة تانية يمكن إحنا كنا بنتكلم على أن القيادة السياسية أصدرت عدد من القرارات الهمة النهاردة تقريبا بنتكلم عن حوالي خمس قرارات منها تشغيل الشباب من ذوي الهمم يكون فيه أنتاج أعمال درامية بتستهدف هذه الفئة لإبراظ قدراتهم ومواهبهم ويمكن كمان كان هناك تأهيل وتدريب المعلمين بالهيئات ومهارات التواصل مع ذوي الهمم كلمين عن أهم هذه القرارات وإزايها تساعد كمان على تمكينهم بشكل أفضل للفترة اللي جاي هي قرارات كلها مهمة جدا ولمس الاحتياجات الموجودة على الأرض الواقع كان طبعا تضمين المشاريع ضمن حياة كريمة شيء مهم جدا لأنه ده سيمنح الدعم المسجي لتنفيذ هذه المشاريع وده طبعا حاجة كل الوزارات ستحتاجها فبالنسبة لتأهيل المعلمين دي من أهم الحاجات الوزارة التربية وتعليم يعني محتاجة أنه هو الكل يساهم فيها لأن طبعا عدد المعلمين كبير جدا وعشان كل المعلمين يتم تدريبهم وتأهلهم للتعامل مع الأشخاص مع الطلاب زوي الأعاقة اللي هي الأعاقات البسيطة هي المدمجة حاليا في التعليم وبالتالي هو لازم تدريب المعلمين نفسهم المناهج تغيرت والمناهج أصبحت أكثر مرونة وبالتالي تدريب المعلمين هو المفتاح لأن المعلم هو لا يبقى في إيده كل حاجة صحيح طيب هبا جهزت لنا حاجة بصي برحتك إما يعني ترتجلي حاجة كده سريعا أو أكنك مثلا أو دور الموزيعة عايزة إيه برحتك بصي خليني أحسن دور الموزيعة دور الموزيعة ماشي يلا تفضل استضيفيني أنا بقى يعني معاكي النهاردة أسمي الخلوط يلا بينا بقى إحنا من الوقت في برنمك آخر ساعة في بسيء اكستر نيوس معنا طيب بصير أمرت وعسل وفرفوشة كده خلوط ونبي أنت الفرفوشة وعسل وكل حاجة طيب إحنا معانا بربع عليكي هيلة وشطرة عايزة عاودت حكاية ثاني كثير طيب خلاص بس احنا تعالي كده نشوف أحمد محروس عبدالغفار هو الطالب كلية أصول الدين جامعة الأزهر أحد المستفيدين من منحة الطلاب في إطار برنامج تكافؤ الفرص التعليمية وأحد النماذج المضيئة من ذوي الهمم اللي قدر أنه يحقق ذاته رغم الإعاقة هنشوف هذا التقرير ونرجع تاني بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام فقدانه للبصر لم يطفئ شغفه في حفظ القرآن وإتقان أحكام تلاوته أحمد محروس الطالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر لم يتخلف يوما عن طلب العلم أملا في تحقيق حلمه منذ الصغر أنا أولدت الحمد لله بكفة البصر وقد اكتشرت الأسرة بعد بين يوم وبدأ أصبحت طبية أثبات أنه ما فيش عاملات داخل مصر أو خارجها بعد ست سنين من القرصات ليست هذه الإشكالية الوحيدة فلم يستطع أحمد السير على قدميه إذ أصيب بمرض نادر شخصه الأطباء بالعظم الزجاجي منذ ذلك الحين بات هذا المشهد جزءاً أساسياً لرحلة أحمد الشاقة ذهاباً وإياباً إلى الجامعة نعم بتامن سنين ترى بقى يعني يظهر كتقوص في السقين بدأنا اتجاه لبعض المستشفيات شخصوا الحالة بأنها تقوص في السقين وبالفعل لألود من ربودة من إجراء عملية في الوقت ده وفعلاً دخلت غرفة العمليات وخرجت منها تاني بأمر بالاستشاري إن المكان الشيء في الوقت ده إجراء عملية بسبب نقص في الفسطور والكالسيوم اتجهت طبعاً من المستشفى التابعة للأظهر المستشفى الفسطوري الجامعي وتحولت على رئيس قسم العزام هناك وهو شخص الحالة بأنها عظم زوباجي لا مجال إذن سوى تسخير كل الطاقات والإمكانات رغم محدوديتها لتمهيد الطريق أمام الشاب بالطموح من أجل بلوغ هدفه الشيء عمل طبعاً بتحرك تحرك بسيط لأنه عنده طبعاً حدف عظم زوباجي والدكتور قسم العظام أثبت أنه أحمد طبعاً رجله تكسر بدون ما يصدم بأي حاجة ولا يوقع في الأرض ولا كده فطبعاً إحنا حفاظاً عليها وخوفاً عليها بنشيله وما خليش يمش في مسافاته يعني ممكن يخمس خمسة ستة متر ولازم يكون حاجة بسند طبعاً أقوم معاه أنا معاه برضو فمنسوه مش في مكانه واحد يعمل أحمد محتاج يعمل عمليةه على الأعلى مستوى مستشفى حلوة يعني حديث تم بيت بعمليته لأنه هو مش حمل في قصور كتيرة ومش حمل اللي هو يتبهدل ويخش وتطلع عمليةه غلط أحمد محتاج شقة جنب الجامعة منذ أن تلمس أحمد طريقه التعليمية كان التفوق حليفه حيث حصد المراكز الأولى في كافة المصابقات العلمية وحفظ القرآن الكريم ليكون نموذجاً فريداً في قهر الأعاقة وإثبات الذات أحنا برضو معنا كده يعني ضيف جميل بعض الفوصل هتقدمه هابا معنا مين بعض الفوصل معنا لا هقول دلوقتي هتفوق بعض الفوصل لأنه هو عمل حاجات حلوة كده وقال إنسان تحسوا كده طيب بيت حك بيت حسب الناس بعد الفوصل بيت حرفه وأتكلم على مينه بالطبع نفسي نشتغل على أن المدارس ومدرسين والطلبة يتعلموا إزاي يتعامل معنا صح وإن أي حد يتعامل معنا بطريقة مش كويسة يتعاق بحقوبة شديدة يا مهند ده هو اللي قال لنا وعلمنا الشكر لمهند هو اللي قال لنا وعلمنا شكرا يا فنة حضرتك في خامة الرئيس قلت ونفسنا وفعلا مادة احترام الآخر بدأت تدرسها السنة دي في جميع مدارس مصر شكرا لحضرتك يا فنة وإن شاء الله بمادة احترام الآخر واحتفالية تقادرون باحتلاف كل سنة ودعم وتشبيه حضرتك لينا هنغير كتير في المقدار نضم إلينا في الستوديو مهند عماد هو صاحب فكرة إضافة مادة القيم واحترام الآخر بالمدارس برحب بك يا معند كيف تجدت يا صيصة خلود؟ أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ كيف تحبك؟ الحمد لله شفتك هب قدمتك إزاي؟ لا لا تقديم جميلة لا بس أنا بصراحة بحييك على السقة دي مش أول مرة أن تشاركك وعطاقت كمان أنت كمان هبقة مش أول مرة شاركي كمان في الاحتفالية دي تاني مرة تشارك او تاني مبعلينوا مع بعض إحنا الاثنين أنا وهبقة واول مرة أنت كليك طلب أي أنه تدرس مادة احترام الآخر في المدارس في المدارس طيب الطلب ده لما نفت بقى كان شعورك إيه؟ شعور رائع لا يمكن أن أصفوا بصراحة شعور إن أنا سجور بهجة سعادة فخر يعني أكتر من مليون شعور يترصد حتخانة فخر ليه بقى؟ لأن الفخر هو أكتر حاجة أحسس بها دلوقتي تحتي بقى يترس كل الحاجات اللي نورت عليها كان شعورك إيه نهارده وإنت كده قاعد وبتتكلم مع الرئيس وأنا ما شاء الله شايفة ثقة بالنفس والكريزمة رهيبة أبني أخليكي والله فاند هذا منزوق حبرتك هذا منزوق كنتي والله قولي بقى كان أحسسك من شعورك إيه؟ أنا أحسس أنا أحسس لا أحسس أحسس رائع جدا يعني يمزق بين الغهبة والسعادة القلق والروحة يعني أحسس متلغبطة من واحد متلغبطة أنت كمان مهانة أنت كمان سفير للطفولة يعني يقولي لقب ده بيمثلك إيه وكان دورك إيه وقتها؟ هو لقب أطلق علي من زملائي يعني اللقب مش أنا اللي أطلق له على نفسي ولا أي حد لا ده من زملائي لأن إحنا بنوض ورش عمل حتى أسألي هبة يا هبة مش إحنا قاعدنا ورش عمل عشان نشوف الحفلة والسن الفتكت بتتكلم عن إيه؟ أي صحيح أيوة لا أنا أنا بسألك أيدي حقيقة بس عندك حق أيوة فقعدنا ورش عمل واشتغلنا كثير قوي على ما لقينا أن فكرة الحفلة كنا عند التنمر قالوا مهند بعدها لقينا بشوية مهند يكون سفير للطفولة هبة تكون سفير للبطولات عبد الرحمن يكون سفير للتدلبو التشغيل يعني الأسامي دي توزعت علينا أو الألقاب دي توزعت علينا وعلى حسن بإمكانياتنا وعلى حسن بأنه مراحل لنباقه والعمرية لا ما شاء الله أنت عندك كم سنين مهند 13 لا يعني أنا حسن بتكلم مع لا يعني حسن بتكلم مع شخص أكبر سنا وعقلا وكل حاجة ربنا خليك الله أكيد ليس أنا بس اللي قلت لك كده صح؟ ما شاء الله يعني بفكر تفكير أكبر من سنه أيوه كمان علي فكرة يا هبة او او لا هبة الله قبر عليها نبغى بجد نبغى يعني وبنحميك الأهل كامل وليلي يا هبة إنتي بتحلمي بإيه؟ نفسك في إيه؟ نفسي أكون موزيعة وموما السلك موزيعة وموما السلك موزيعة وموما السلك آه طبعا نشكر دفع أمل أكيد 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 وهي اللي رسحتني لأكون في المتحف وأشكر طبعا اللي هو ما في تويتار وأشكر طبعا المنازل الصملائي في المتحف طيب إحنا معينا دكتور هبة دكتور هبة دكتور هبة هجرس أيضا مع حضرتك يعني إيه رأيك؟ مش عارفة أقول إيه؟ يعني أنا حاسة أن أنا خلاص هقوم من الكولتر وهم هبة وعمادة هايلين الصراحة مهند ما شاء الله عليهم بجد هم بالفعل رائعين حقيقة بيتكلموا أكبر من سنهم بكتير ووثقين من نفسهم بيتكلموا بكلام كبير جدا لا أنا هسيب لهم الستوديو كده و همشي إيه رايك فيهم؟ إيه رايك في الحواد؟ لا 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 ل شاء الله لا خليك زي من إياه حبيبي خليك زي من إياه مادة احترام للاخر اللي كان بيتكلم عنها برده مهند مهمة جدا وطبقت الحمد لله دلوقتي في المدارس أهمية ده إيه؟ فكرة الاحترام الآخر وقبول الآخر وعدم التنمر يكون فيه احترام ما بين الناس؟ هو الحقيقة فكرة الاحترام الآخر دي هي الأساس اللي بتبنى عليه المجتمعات لأن ما فيش اتنين في الحقيقة زي بعض يعني إحنا لو جينا نتكلم على أسرة من ثلاث أخوات هنلاقي كل أخ شكل وكل أخ دماغ وكل أخ ما بيجمعهمش غير الأم والأب ولكن كل واحد فيهم شخصية والأم والأب كمان كل واحد شخصية فإزاي نتعايش وإزاي إن احنا نحترم بعضينا ونسع وصدرنا يسع الآخرين ده مهم جدا والحقيقة هو بيبتدي من الأسرة صحيح ثم ينتقل للمدرسة وعلشان كده مهند إحنا فرحنا به السنة اللي فاتت شكرا لك والله يا دكتور خلافات فكرية ومن حق كل واحد بلا شك ان يكون عنده فكرة مختلفة عن الاخر ولكن انا بحترم فكرة حضرتك وانتي بتحترمي رأيي وبالتالي ما يحصل شمو شحنات ولا اخناقات ولا بعد كده نطلع لعالم الحروب والخلافات السياسية الضارية مهند هبا يعني خلينا متفقين انه كلنا بنتعرض للتنمر كلنا ولكن هل شايف انه يعني في الوقت الحالي الوقت اختلف شوية ما بقاش فيه تنمر زي الاول بكل سراح انا شايف الوقت اختلف لكن انا بعيني انا يعني او يعني ببصيرتي انا للموضوع او ببقادي عني الموضوع ما قدرش اعكم لاني انا الحمد لله يعني ما مريتش بظروف تنمر قاسي لكن في ناس هما اللي يقدر حكمه اذا كان الموضوع اختلف او لا لكن انا الحمد لله مدرسة كلها مكفوفين ف لكن ما فيش تنمر ما فيش تنمر ما بدنا يعني مش شايف يعني نات مهبا موجوب بالنسبة لي او تنمر ده شيء صعب شيء صعب اه طبعا ايه ما قدر تقول اكتب يباول حبتك ام طبعا هيبا عايزة اتعرف عن نفسها اكتر اه وهاسيبك طبعا تتكلم براحتك بس يعني هاروح سؤال اخير لدكتور مها هلالي دكتور مها انا برحب بحضرتك مرة تانية معينا ونضم لينا في الستوديو مهند ومعنا كمان الجميلة هبا خليني اسأل حضرتك عن ايه المطلوب الفتر اللي جاي علشان يكون فيه تمكين اكتر وعلشان كمان نديهم المزيد من المكتسبات تتفضل لي هو طبعا اهم حاجة هو المشاركة يعني اي دمد في المدرسة في العمل بنقيسه بمدى اتاحة المشاركة بالتالي ان عشان نتحلهم المشاركة لازم نعمل اتاحة في المجتمع عموما يعني اللي عنده اعاقة حركية لازم نعمله اتاحة فيزيقية بحيث ان هو يقدر يوصل لكل الخدمات والكل الاماكن اللي هو عايز بيروحها الترفيه اللي هو عايز يبقى يروحه الرياضة اللي هو عايز يمارسها ونفس الحكاية اللي عندهم اعاقات بصرية او سماعية محتاجين الاتاحة في المعلومات ان هي تنفلط بالطريقة اللي هم اقدروا يتعاملوا بيها فبالتالي اللي احنا محتاجينه دلوقتي ان احنا نزيد من فرص مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة بلن احنا نزيد الاتاحة دي هم في المجتمع ككل ان شاء الله دكتور مها هلالي عضو المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة شكرا لحضرتك دين هيبة قوليلي بقى يلا عرفين عن نفسك انا اسمي هيبة عطف علي اسعد عنتي 24 سنة اصغر اخواتي انا خلقت اعلام بقسم اطاعة التلفزيون وبتاكت بتاكتل كتن ومشروع تخاركي بتاكتل امتياس شطرة كمان اصالك كمان ان المشروع التخاركي انا مسلتي فيه مسلتي في مشروع التخارك بتاعك يعني القصة والرسالة لانا لانا حطاها يوميلي جدا كانت عن ايه؟ مساعدة ان المساعدة والتعب لا عيس اقول بقى قطوة خاصة لا انا عيس اقول حكا واحدة اتفضالي يعني قيت يعني لما نقول قطوات خاصة واحدة الجايات خاصة حرام ليه منقولت قادرون باختلاف اه دي دي حاجة مهمة وكمان يعني صح معكي حق نقول قادرون باختلاف اه كمان عيس اقول كمان انا جدا اعرفتنا فيه دي حاجة صغيرة جدا تفضالي علام التعليم يعني دايما نشوفها عبقرة عبقرة مازالة عبقرة عائلات كامعات تب ليه منخلي بني منك بقى عبقرة قادرون باختلاف قادرون باختلاف غيب صح؟ فكرة حلوة قوي اه فكرة جميلة جدا نهب فكرة جميلة يهبة انت نورت سينا بجد وقد احنا كنا سعداء بوجودك النهاردة بشكرك وان شاء الله نشوفك اكبر مزيعة وزي ما اتفقنا بقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وممثلة كمان ان شاء الله مهند المبسوطة جدا بيك وفخورة جدا بيك وفخورة بثقتك بالنفسك وان انت قادر تعبر عن رأيك وتعبر عن احتياجاتك اخيرا مهند قبل ما اختم معاك ايه يعني نفسك تحقق ايه الفترة اللي جاية يعني انت اول حلمك ان نفسك تحقق وتحقق نفسك في ايه الفترة اللي جاية انا الحمدلله بطل جميلة السباحة وان شاء الله بقى لي الحمدلله اربع سنين يعني باخد مدليات الحمدلله ان شاء الله يا رب حسن ارقامي السباحة عشان ارفع اسم مصر وعلامها في الدورة البرلمبية عشرين اربع وعشرين ان شاء الله ان شاء الله يا رب مهنة الدعمات انا بشكرك على وجودك معنا شكرا لك يا رب حمدلله بشكرك هبا عاطف دكتور هبا هجرس عضو المجلس القامل للاشخاص للقادرون باختلاف ايه القادرون شكرا لك يا دكتور هبا وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة كانت حلقة النهاردة كلها مختلفة ان انا كان معايا في الحقيقة يعني ناس احنا ونماذج بنتعلم دايما منها بنتعلم التحدي والاسرار والصمود والثقة بالنفس دايما بنتعلم منهم لان هم مقادرون ومتميزون وباختلاف شكرا لكم وبشكركم مشاهدينا على الحسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة